شاء القدر أن يصاب منذ ولادته بشلل طال كافة عضلات الجسم والعمد الفقري هذا لم يثن عماد ذو الثمانية عشر ربيعا من تخط حاجز الإعاقة الحركية بالتفوق في الدراسة الحمد لله ما عنده حتى إشكال الحمد لله أن عماد الديني يستطيع أن يعتمد على نفسه في كثير من الأمور يعني يقتئ أمور كلها من تلقاء نفسه ما يحتاج إلى مساعدة إلا في بعض الأمور اللي ما يقدرش عليها عيشة بي السلام وطمأنينة وعافية إن شاء الله أها معيشة كما الأطفال الآخرين نربس واحدين ناكل واحدين نحل الدرس واحدين تبارك الله والحمد لله أخوتي تبارك الله تنومها نقرأ معهم نقرأ معهم نقرأ معهم نقرأ معهم نجي كل شيء التحدي والنجاح لن يكون إلا إذا لقي الرعاية والبيئة المناسبة لذلك ندعمين وشغل ما شيء محسين أصلا بلي حاجة شغل نقرأ عادي ونقرأ معنا عادي نرمال المذورين ينسي نفل إعاقة تاعه ما شيء ما شيحنا وتلميذنا شيء ويشارك في القسم وعنده علاقة مليحة مع زملاء تاعه عيمد طالب مكافح أخلاقه عالية ممتاز نتائجه في كل سنة جيدة حضر كل يوم ندير تدئيم تدئيم في جميع المواجب وإن شاء الله نتصلها للباك نسمع النهزة ما ينجح يدير الباك تاعه يحقق قعوشة وباغ زعمه ويبقى دايما صديقي وقرب لي يزعم ملح بالزفع العجز ليس أن تكون بلا قدم أو يد العجز الحقيقي أن تكون بلا هدف أو غاية